تعاون مع قسم الرفاه الاجتماعي ببلدية رهط أطلق مسرح المهباش مسرحية محطات في القصر الثقافي والتي تتحدث حول ظاهرة العنف الأسري استنادا لقصص واقعية في مجتمعنا العربي مسرح المهباش أنتج مسرحية جديدة اللي اسمها محطات اللي هي بتعالج قضية العنف ضد المرأة واحنا بنشوف أن العنف مستشري في مجتمعنا وخصوصا ضد المرأة فالابن والابنة لم تشوف أمها معنفة فبيخزن الأشياء هذه وبطلحها بره في المجتمع من تخريب من تكسير من هدم من حرق فأحنا بنعالج هذا القضية والقصة تبعتنا مأخوذة من ملفات الرفاه الاجتماعي حتى خصوصا أننا في فترة شهر نوفمبر وشهر مكافحة العنف ضد المرأة المسرحية تقدم بأسلوب مسرح المنبر وتشمل منح الجمهور إمكانية المساهمة والتأثير وتغيير أحداث المسرحية بحسب وجهات نظرهم المختلفة والتفاعل مع القصص الواقعية التي يتم عرضها أنا شهادة هذه المسرحية المسرحية لها أهداف كثيرة جدا وتتكلم عن العنف ضد المرأة فديننا الحنيف أعطى أهمية كبيرة لدور المرأة في مجتمعنا لذلك يجب علينا أن نحترم هذا الدور دور المرأة في مجتمعنا الإسلامي مئات آلاف النساء والأطفال يعيشون في دائرة العنف والكثير منهم بعيدون عن مؤسسات الرفاه الاجتماعي والشرطة والمحاكم أما المؤسسات فتقترح عليهم الملاجئ أو أوامر إبعاد للعنفين